كاتعني اختي من التجاعيد في مسيحة واحدة اليوم وبمكوي العجيب والسحر اللي موجود في كل ذا واللي هو زرعتلي التاني اختي غت تخلصي لي من التجاعيد العميقة تجاعيد اللي كما كان قولو حنا يا مرسخة في الجسم ديالكم يعني بغيتي تتملقيها بغيتي تنفخي بغيتي تعالجي ذاك السيكات خيسلي عندك سنين وعوم خليتي مجر بسيب في الكريمات وفي المنتوجات وحتى في الوصافات وشيش حاجة ما نفعتكش كل شي غلخوة الخاوي فاليوم اجبت لك احسن حاجة واللي هي والوصفة دي لزرعت الكتان الرائعة واستحرية لتدمير التجاعيد ان شاء الله انصب واحد للمولتي الوصفة كتحمك كتضمر التجاعيد ان شاء الله مهما كان العمر ديالك غزباني في سنة العشرينات يعني مهما وصلتي من عمر سوان عندك ستين خمسين ربعين مهما مهما اختي وصلتي من عمر كذلك غتملقي لي التجاعيد نفخي لي الوجيه ديالك تبيضي وتعالجي ليطاش وتعالجي الحبوب بوصفة زرعت الكتان لتبيض وتفتيح وتدمير التجاعيد منذ اول استعمال اي النتيجة فورية ما فيها الشهر ما فيها الشهرين بالعكس اختي النتيجة سحرية وتحفة فانتمنى تجربوها وانتمنى تقولنا في كاموضا كيف اجتكم بالنسبة النتيجة صورتها لكم قدامكم خليت لكم النتيجة بشوفها اختي كل شي قدام اويناتكم ما شاء الله النتيجة كتحمق كتهب بلدك تجاعيد ما كيبقوش كيمشي وغيب مسيحة واحدين وانتمنى انك تدي الدكا اختي وتجيبها كيطيرو فاختي بصحتكم وراحتكم والحضرة اختي تعلم الغيبة فانبغي بزف دي اللي بنتي يتبقى جالي وماذا باش ان شاء الله توصل الفائدة والمعلومة للجميع وعلى بركة الله غام شود باش نتعرفوا على مكونات الوصفة والطريقة ديال التحضير والطريقة ديال الاستخدام والاستعمال مهم غزالتي اول حاجة حبيبتي غني حتاجوها هي زرعت الكتان ولابو كمية اللي بغيتو في زرعة الكتان ممكن تخدمو بها فالانا هنية عندي هاد الكيمية هادي يعني لك تكون طبعية حال منينة ومطحونة وبالنسبة لمنافع هذه الزرعة الكتان البنات كثيرة 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 بزاف ولا تعدوها لا تحصى يعني المنافع والمزايا كثارين بزاف ما شاء الله وما كيتعدو ما كيتحصى وما شاء الله زايد انه كين تفتيح كين تبيض كين علاج البقعة التجاعد اي مشكل عندك ما عليك الا انه كيتسخط مياه بطريقة زرعت الكتان اللى كتكون طبعية الحل يخصها تكون منيلة مسحوقة يعني تكون منيلة المئة بالمئة هيال واي قال اخدمو بها بالنسبة دول الاربية فحل مصر العراق تونس ليبيا والجزائر كتموا لنا ف الاسم ديال هذا البدور هادي في الدول الاربية حنتا انه등 اوله كثير Alpha كما قلنا سوف نحتاج زرعة الكتن أو بذور الكتن منيلة ومطحونة كذلك سوف نحتاج كيميا أو المايزينة نشافة النديمة نخدم بهذه الماركة 180 كرام تحفة البلد تحفة فنية رائعة للغاية علاج البقاء علاج السواد في محطتها تجيب نتيجة سوف نحتاج كيميا الضراء والميزينة زرعة الكتن المطحونة نوعية مورد التي تصلح في محطتها تقضي الغارة تصلح لتجميل الحميرة للعين والتجاعد 12 خصوصا في هذا الشهر الرمضة المبارك يكون وجه دينا تعبان كنكونوا مفاتيقين كيلي وجهها صفر بكثرة مثلا تامارة أو بكثرة الخدمة والستريس و هذا يحسن العام لكل وحده فينا فأحسن حاجة تأخذي مميهات الورد تبقى دي ما ترشيها في الصباح و في الليل أفتور كيأتي واحد لأكلة واحد اللامعان كيحمق هو كيبغي المداومة مش تدري مرة في العام وتقولي ما حسيت بتاشي فرق لا أختي أي وصفة أي حاجة تبقى المداومة والتكرار و مفتاح الحمد لله الفرج كذلك البنات ستحتاجوا الشوفان بثاف منكم كيقولوا لي شنو المنافع ديال الشوفان ولا شنو دور الخرطال اختي الشوفان كينفخ الوجه كيبيضوا كيوحدوا كيعالج التجاعيد ما شاء الله كيخليلك الوجيه ديالك كيحمق فاني عندي كميه ديال الشوفان هذا وشكلت الشوفان هالبنات كيوميه ديالك كياميه ديالك كبيرة تعلموا من المطبيع الكيميه ديالك كياميه ديالك كيف ستحتاجوا لنا الملدى مهات الورد زرعة الكتان و اخر حاجه هو الحليب بودر لانه يفتح وحد اللون البشرة المزايا دياله لا تعد ولا تحصى ونزيد معاكم واحد المكون ممكن ما تضيفيش ولكن اللي عندها تسبوغات وعندها التجاعد كثيرة وعامقة فمن الأحسن نزيده مع القاتل العسل والنسبة للعسل فانا الناس سوف نخدمها بالعسل العادي هذا ديال السكر والغليكوز ولكن لا عندكم الحر خدموا بي وما عليهم ان وراء عندي هنا يجمد يلي عندكم طريقة باش العسل ما يجمد قولها لي في كومنتي لا تجربتها شيء ما نفعتني ديما يجمد لي فاللي عندها عافكم شي طريقة زوينة شي اسيوس كتحمق فانو العسل ما يبقشها كده كما نقولو احنا يعاقد يعني يجراء فاقولها اللي نعافكم في التعليقات سهل عليكم فكما لكم هاد الشي اللي كان هادو هما المقادر على بركتي الله غزالتين سوف ندوزوا لطريقة التحضير والحاجة سوف نبدو بها والتي هي زرع الكتان او بودور الكتان اللي خصتها تكون منيلا ومطحونة مزيلا سوف نعمر المعلقة ها هي انتم مشتوا معلقة مطحونة اقرب لكم باش شوفوا زرع الكتان كيف يجي عافسوها البنات اللي بايغة تدمر تجاعد تبقى تخدم زرع الكتان بشكل كبير بزال راح زوينة والمنافع ديالها ما شاء الله كثيرة هنا هي غادي نجمع بوحد جهة عمويهات الورد غادي نبدأ كده نخلط يعني تدريجيا كمية ديال انشاولا دراولا ماكي يغرف بالميزينة راني وريتكم انشاكي فش دير هدا هو شكل دياله ثمان دياله 8 درهم باكي يقدر 8 درهم يعني سبارك الله رباكي فيها ميدة كمية كمية اللي بغيت مثلا انا غادي رجوج او ثلاثة مع القلولة عمراء صغيرة والمعلقة الثانية هي مملوءة صغيرة وغادي نخلطه نجمع هكي المقادر نسل نراك ما شاء الله كيف احبك كأتحبك من بعد من زرعة الكتن اضافت كمية زرع الكتان مع كمية النشا نضيف حليب غبرة نضيف الشوفان اولى الخرطة نضيف الشوفان سوف نضيف الشوفان نضيف الشوفان نضيف الشوفان نضيف الشوفان نضيف الشوفان نضيف الشوفان انتم حبيباتي شوفوا القوان وشكل ديال الوصفة كيف شوله عاق دوخات ركت تحمق وكذهب شوفوا ما شاء الله سوف نزيدها تقريبا شوية شوية سوف نزيد انا اخر معلقة تقريبا تنشا وانتما البنات ممكن عوض مثلا شوفان انا صراحا نشاك نحمق عليه في التوحيد والتبييد الحمد لله ما عندي مشاكل لمع النفخ ولمع التجاعد لاني ما كان عنيش من النحاف وما كان عنيش من تجاعد فاكن نحاول نزيد غير نشا اللي غير يفتح ويبيض هكذا نحاول نزيد نحاول نزيد نحاول نزيد من الأحسن دائما اي وصفة طبيعية لا تكون جارية انا كان فضل دائما الوصفات العقدة اخير حاجة معلقة ديال العسل وبالنسبة للعسل اي نوعية ديال العسل ممكن تخدموا بها انا مثلا سوف نخدم بهذا العسل هو ديال غليكوزو سكار ماشي الحر ولكن ماشي اشكال نحاول نجمع الوصفة نحاول نزيد وها هي أختي وشداد شوفوا القوام وشكل ديالة كيف يشداد هذا المخصة اضحي اضحي العسل اضحي اضحي كيف يشداد اضحي بكم تضرب اختي اضحي 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 نضيف الشوفان تطبيقها بها الطريقة تجريها حتى تجرف نقول لكم انه البنت هذا الوصفه في خمسة دقائق تبدأ تجب بيض الوجهة يعني في خمسة دقائق الاولى من تطبيقك لها سواء الوجهك عنقك ايديك المناطق الحساسة اي منطقة في الجسم ديالك خارجيا تطبيقها عليها تنصدري غير خمسة دقائق تحسي بها يبسس وكرمات باش ما يبسس باش ما تجب بيضلك الوجه غير هو ما تضحكي ما تهضري لانو انفو كان مضحكونا هضرو كان زيدو من نسبة ستجعيد للأسف فحاولوا الناس ما تضحكو ما تهضرو ما تدهشو ما تشي حاجة ترولك سواء على غصة ديالكم ومن بعد اختي كيما كنقولو احنا يعني تجف او لا تنشف غسليها بالمال عادي ودهني لابوت ديالك من بعد باية كريم مرتب او فازلين او سيروم او زيت لحساب نوعية البشرة ديالك وش جفة وش مختالطة وش دهنية وش عادية وش يعني كل وحده والختيارات ديالها هده ما كان البنات هدي هي الوصفة كيما كتليكم مرة كتب ده في خمسة دقيقة تجب دليكم الوجية ولا العنيق ولا ليديدس ديالكم ولا اي منطقة وشوفوها البنات في حل في هدوك كيما كنقولو احنا البريو اه دوك القاطع ديال البريو ولبنات اللي كانوا كتبعو في قراءات وحنا صغار بحل هدوك كتب حل تبليكم بحل في هدوك القاطع ديال البريو شوفو ماشاء الله كتتحمق وزريع تلكتان معروف عليها الدجباد والتبييد والتفتي عفكم البنات الله يسهل عليكم ما تخليوش عندكم هاد الاغواسات انتي دابة اللي شفتيني دابة وتفرج دي السفتي ولكن وحدي نخرين من الله العظيم اللي ما يحتاجي لها فيديو فضغطي الله يسهل عليك اختيوي يسهل عليك مصعب وكما كنقولو اعتك الزوج الصالح او العمل الصالح يعني كل وحدة والامنية دياله في الحياة فالله يسهل عليكم كملي ما تنسونيش من اللايك علاش لانو اللايك ديالكم غزيد توصل هاد الافيديو لعدد كبير من اللبنات وغيستفدوا منه ركينا اختيلي باغة وصفة رخيصة علاقة الميزانية ديالها فهاد شهر طلب من دال المبارك ترتب بها وجهها تعالج بها اهم حاجة تجاعيد يعني كتر من ترتيب احنا بغيناش حاجة تضمر تجاعيد طبيعيا بلا ما نديرو الحقن بلا ما نديرو البوتوكس بلا ما نديرو بزفة الامور وحدين خلين اللي غير كيدو مننا مجهودنا وماننا وكان ضيغوفي للأسف بغيناش حاجة طبيعية 100% وغير من دارنا بلا ما نتنقلو بلا ما تشي حاجة الحمد لله فعفكم ما تنسوناش من لايكات ديالكم الفيديو والباختاج والاشتراك ديالكم في القناة باش ان شاء الله الفائدة تعمل الجميع وما تنسوناش حتم التعليقات ديالكم خليوا لينا الاسم ديال هات زرية الكتان او بودور الكتان في جميع الدول العربية منهم جزائر تونس العراق ليبيا مصر الى اخرين من الدول العربية وبصحة والراحة ونطلقى معكم في فيديوهات مقبلة ان شاء الله